موسيقى كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان والذي يتخذ من جناف مقرا له نال هذا التحرك الذي قضته الولايات المتحدة تأييد 93 دولة مقبل رفض 24 مع امتناع 58 دولة عن التصويت ويأتي ذلك في إعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية يامس ستولان بيرجا أن الناتو وحلفائه اتفقوا على توفير مزيد من الدعم والمساعدة العسكرية لأوكرانيا وخلال مؤتمر صحفي أوضح ستولكنبرغ أن الحلفاء اتفقوا خلال اجتماع الناتو على توسيع نطاق أنظمة الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا معتبرا أنه من الأفضل عدم تحديد نوع الأنظمة التي سيقوم الحلف بتزويد كييف بها دعوني أقول إن الحلفاء يرون ويعتقدونه أنه من الأفضل أن لا نحدد في بعض الأحيان نوع الأنظمة التي سنقوم بتوزيدها ولكن اطمئنه بأن الحلف سوف يقوم بتزويد مختلف أنواع الأسلحة منها أسلحة سوفيتية وأخرى أسلحة أكثر عصرية وطبعا هذا التمييز بين الدفاع والأسلحة الهجومية والأسلحة الدفاعية هذا تمييز غريب لأننا نحن في الواقع نزود هذه الأسلحة لدولة تقوم بالدفاع عن نفسها من جهته دعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي دول الغرب إلى تقديم روسيا للعدالة مؤكدا أن تصرفات موسكو ليست موجهة فقط ضد أوكرانيا ولكن أيضا ضد أوروبا في كلمة ألقاها أمام البرلمان اليوني جدد زيلانسكي دعوته لحظر النفط الروسي وإقصاء البنوك الروسية تماما من النظام المالي العالمي قالت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فاندرلين أن الاتحاد الأوروبي يدرس المرسوم الرئاسي الروسي الذي يطالب بدفع ثمن الغاز والنفط بالروب للروسي وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلغرية كيرال بيكوف أعلنت المسؤولة الأوروبية أنها اقترحت أن يفيا للتحاد الأوروبي بشروط عقود الطاقة مع روسيا على أن يدفع المدفعات باليورو وليس بالروبل هذا وقد أدان وزراء خارجية الدول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ما وصفوه بالفضائع التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا وأضافوا أن المسؤولين عنها سيخضعون للمحاسبة في بيان مشترك أعلنت الدول مجموعة السبع عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا من بينها فرد حضر على كل الاستثمارات الجديدة في القطاعات الرئيسية وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أعلن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن كيف قدمت مساودة اتفاق جديد لماسكو وشدد على أن بلاده ستواصل المحادثات مع أوكرانيا بناء على مسودة اتفاق روسية وتهم لافروف واشنطن بتحريض الرئيس الأوكراني على مواصلة القتال كما اتهم في الوقت نفسه كيف بالسعي إلى تقويد المفاوضات ترجمة نانسي قنقر